انتهى من القسم الاول شرعة القسم الثاني تفسير التوحيد الان يقول ها انا افسر لك التوحيد الذي وجب عليه وتشوقت اليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة اليه خذ توحيد من هنا الى نهاية الكتاب لانه قال كل مساء وشرح هذه الدرجمة ما بعدها من الابواب يعني الى نهاية الكتاب التوحيد وفي نهاية الكتاب ماذا قال وما قدر الله حق قدره قال انتبه لا بد تكون بين الخوف والرجاء لا تتعارى لا تتعالى على الناس لا تترفع لا مهما توحيد توحيدك في نقص لابد ان تخالف الكفار انه ما قدر الله حق قدره كتاب والله وان الشيخ صالح على الشيخ عندما اراد ان يصرح كتاب التوحيد ما ألف ألف ايه اي كتاب تمهيد التمهيد هذا ليس بشرح كتاب التوحيد اسمه كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد اذا الى الان هو لم يشرح كتاب التوحيد ابي الباز رحمه الله شيخ بن باخ رحمه الله في اخر درس في كتاب التوحيد اخر درس ختم الشيخ كتاب التوحيد فقال القلاب يا شيخ ماذا نبدأ بعيد كتاب التوحيد قال الشيخ كتاب التوحيد قال يا شيخ يا شيخ انتبع الان انتهينا من كتاب التوحيد قال هذا الكتاب يحتاج ان يكذب عشرات المرات مظهوم يعني لا يأتي واحد منكم يقول والله درسنا كتاب التوحيد لا كم مرة درس هذا الكتاب كم مرة تعلم الناس كم مرة تقرأ في هذا الكتاب كم لو تنظر الى بعض العلماء تدريسهم لهذا الكتاب اه يمكن ايام حياتهم والله شخص يدرس كتاب التوحيد ينتهي يبدأ ينتهي يبدأ ينتهي يبدأ هذا علماء علماء اليوم الذي ينتهي في دين الكتاب التوحيد يبدأ كتاب التوحيد ينتهي بلغة المرام يبدأ بلغة المرام هذا العلم عندهم وهذا يشعر في هؤلاء الضوء الله هذه الكتب وضع الله سبحانه وتعالى لها الغبور في العالم ماذا تصنع صح ما تستطيع تصنع شيء يعني كم قلت بعد الاربعين النوية كم كثير وكم قلت بعد قصول الثلاثة كثير وكم قلت بعد البقاء كثير وكم قلت بعد مثلا الهية ابن ماني كثير لكن الله سبحانه وضع لهذا الكتب القبول في الاربع اكثر كتاب طبع بعد كتاب الله اي كتاب الذي يعني كم في اسراء اي كتاب نعم ابطل لا ها لا نعم لا سبحان الله نعم اكثر رياض الصالحين اكثر كتاب تضع بعد كتاب الله رياض الصالحين لمن للنور رحمه الله من عثمين شرح رياض الصالحين مسجد هذا عند الحكيم رحمه الله يقول انا اتمنى ان يكون لي مثل هذا الكتاب من بن عجني الذهبي الذهبي امام له مؤلفات يقول ليتني اعرف يقول ليتني اعرف ما السد الذي بين النوع بين الله سبحانه وتعالى. يوجد سر. هذا اتمنى الذهبي سكر. يقول يوجد سر بين الذهبي وبين الله سبحانه وتعالى. انا لا لكن اعرف ما هذا السر. فانت الان بعض الناس يقول كيف كان كان حصر. ذلك قبل الله يؤتيه من يشعر. مقهوم? اي نعم. وضع الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب القبول. وش نشر? نشرح نمسك. ما نؤلم. يعني الان بركة العلم. طبعا هذا ليسا خروض عن الموضوع. بركة العلم ان تسير على الطريقة الذي سار عليه السلام. بالعزيمين مثلا رحمه الله. كان يستطيع يلوذي قلوغ المرأة. ويؤلف قلوغ جديد. ويستطيع علم الاصول الثلاثة وكتاب التوقين. ويؤلف كتاب جديد. ويستطيع للعلم زاد المستقبل. ويؤلف كتابا جديدا في الفكر. يستطيع. لكن ما استطاع هو. لانه يعرف ان البركة ان يسير بهذا اقبل. مفهوم? الشناقضة بينما وبين ابن مالك يعني وبين خليل مختصر خليل خلم. فيقولهم الشناقضة يقول ان ابن مالك رحمه الله كتب في اول الالفية ثائقة الفية ابن معد ابن معد الزباوي ألف الفية قبل ابن مالك ومات. وجاء ابن مالك وألف الفية من ألف. وكتب ابن مالك فائقة الفية ابن معد فقط إلى هنا ونعم. هذا كل الشناقضة رحمهم الله. فعندما نام ابن مالك رحمه الله جاء رآ في المنام من؟ ابن معد الزواب جاء في المنام قال يا ابن مالك فائقة الفية ابن معد والحي خير من ألف ميت. يقول انت الآن حي. أنا ميت. لا استطيع نافسة كالآن. صحيح؟ لو كنت مثلك الآن على وجه الأرض. أنا نافسة. الآن تتكمل بهذا الكلام. فاستيقر من المنام وكتب فائقة الفية ابن معد وهو بسبق حائز تفضل مستوجبا. فناقيا الجميلة. والله يقضي بإعباة وافرة لي ولهم ولكم في درجات الآخر. لازم نعترف للعلماء بالفضل والله لن تجد باركة العلم. إلا بأن تعترف لهؤلاء الفضل. هذه زكاة العلم. مهم جدا. بعض الناس يتكلم ولا يقول حتى لا يقول جزاء الله خيرا لهم عندنا كلها. طيب. إذن عندنا أبواب خمسة. مقدمة فيها أبواب خمسة. وجوب التوحيد أوجب الواجبة. ثم فضل التوحيد حتى تشعر. ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق. ثم الخوف من ضده لأن من تحقيق التوحيد الخوف. ولابد تخاف. كما خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولابد من الدعوة إليه لأن التحقيق من تحقيق التوحيد دعوة إليه. والرد على من يقول أن أول ما يبع عليه الصلاة. هذه أبواب خمسة. شروط الدعوة إلى الله خمسة. هذه الشروط الخمسة قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي. أدعو إلى الله. هذا الشرط أول الإخلاص. وهذا الذي ذكرنا. لأن كثير من الناس لو دعا يقول يحمد بن عبد الهضر رحمه الله. لو دعا فو يدعو لنفسه. حتى يقال عنه عالم دائع. على بصيرة. البصيرة ثلاثة سورة. على بصيرة ثلاثة سورة. هنا. في بب. على بصيرة. على بصيرة جليل واحد. فيها ثلاثة سور. معرفة حالة المدعو والحكمة والعلم الشرعي. يبقى معنا شرط واحد حتى تكتمل شروط خمسة الصبر والعصر إن الإنسان لا يقصر. إذا شروط الدعوة كم؟ خمسة. أربع شروط هنا بالآية. وممكن الصبر يدخل. نعم. تقول الإخلاص والعلم الشرعي ومعرفة حالة المدعو إنك تأتي قوما من أهل التتاع. هذا الآن يريد شافر الأفريقية. لابد يعرف. هؤلاء على أي معتقد. أي لغة. صحيح. ماذا لديهم؟ ما هو المذهب؟ غابد يعرف إنك تأتي قوما تهلئك الدعاء إلى الله من أهل الكتاب. والأخير الخامس الصبر. ترجمة نانسي قنقر